لكن الوضع في مصر الحقيقة هو لخصه في هذه الصورة ودي صورة عبقرية بينشرها ستيف هانكي لعبد الفتاح السيسي اللي ماسك دبابة والدبابة دي كأنها مكنسة وبيشفط فيها كل حاجة أو كل الفلوس اللي في جيوب الناس وهدومها وكل حاجة والمواطن المصري هنا حافي القدمين وهدومهم الطعام الكاريكاتير ده وطبعا يبدو عبد الفتاح السيسي في كامل أناقته وشياكته وسعادته أيضا وهو بيقشط المصريين وبيشفط كل حاجة معهم من الفلوس وممتلكات وملابس وهدوم وبيخلي المصريين في الحالة البائسة اللي حضراتكم شايفينها لكن اللافت للنظر هنا والمعبر في هذه الصورة أن السيسي مش ماسك مكنسة لا السيسي ماسك دبابة والدراع بتاع الذراع الدبابة بيشفط به تخيل حضرتك بقى تكملة الصورة دي لو المواطن ده مثلا حاول يحط يده على جيبه عشان ما يشفطش الفلوس الدراع ده مش هيبقى مكنسة بيشفط هيتحول لذراع دبابة وهيبقى فيه رصاص فهيقتل الراجل المواطن المصري فتكملت الصورة الجزء الثاني بتاع الصورة دي وهو تخيلي لو الراجل ده رفض فده هيتحول لذراع عسكري لأنه أصلا هو بتاع الدبابة وهيدربه بالنار هيقتله ستيف هانكي يحرج النظام المصري بشكل كبير وبالمناسبة لما طلع معانا ستيف هانكي في آخر كلام الدنيا تقلبت وبدأوا مواقع كثيرة جدا خادت عنه ونقلت وقالت قال ومش عارف ايه والمقابلة وحصل فيها وطلعت القذرة الاعلامية هناك تهاجم ستيف هانكي وتقول لك لا يا جماعة درجل ما بيفهمش أنا بقول لحضراتكو دي الموجة التاني يعني هيحصل موجة هجوم على ستيف هانكي مش عشان التغريدة اللي أنا اتكلمت معاكو فيها من شوية لا هيحصل هجوم على ستيف هانكي عشان الصورة دي لانها صورة بتعبر عن عشرية السيسي السوداء صورة بتعبر عن عقلية هذا الرجل عقلية هذا الجنرال على ماذا يستند عن أدوات القوى اللي هو واقف عليها هو اقتصاديا منهار وسياسيا منهار وإقليميا منهار لكن هو عسكريا لسا الدبابة وقفارا وخلي بالك برضو في ملاحظة مهمة ان الدبابة هنا في ظهر السيسي يعني الجيش لازال مع عبد الفتاح السيسي صورة معبرة صورة عبقرية بينشرها أستاذ اقتصاد في جامعة من أرقى جامعات العالم وخبير اقتصادي من أهم ربما عشرة خبراء اقتصادين على مستوى العالم لما بينشر صورة زي دي فدي صورة بتقولك حياة كتير قوي وفيها رسائل كتير قوي الراجل ده مش قاعد كده على الكيبورد مثلا زي فلان اللي هو لجنة إلكترونية عند عباس كامل لا ده أستاذ اقتصاد مرموق ومعروف وله ثقل وله مؤشر باسمه يقيس التدخم في دول كثيرة حول العالم فلما تنشر صورة زي دي عند ستيف هانكي على حسابه الموثق على تويتر فدي فضيحة للنظام دي طرقة ان احنا نقول ايوة دي فضيحة للنظام المصري دي فضيحة لعبد الفتاح السيسي ان صورته بيشوفها ناس كتير بكل اللغات الحقيقة وبيتم ترجمتها وبيتنقل عن ستيف هانكي انه بيسخر من السيسي في صورة زي دي او بلاش اقول بيسخر بينتقد عبد الفتاح السيسي في صورة زي دي فضيحة كبيرة ليه النظام المصري اعتقد ان هم مش هيتجوزوها ومش هيعدوها لستيف هانكي وهيبدأوا جولة تانية من الهجوم عن الراجل بعد الجولة الاولى اللي كان سببها اخر كلام لما استضفناه هنا في يناير الماضي